التقى وزير الخارجية سمح شكري بنظره القبرصي وذلك على الهامش زيارته الحالية إلى مدينة جينيف السويسرية تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية فضلا عن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سبول تعزيز التعاون السنائية وأوضحت الخارجية أن المناقشات عاكست توافق الرؤى بشأن حتمية التحرك الدولي لوقف التحركات الإسرائيلية لشن هجوم عسكري على مدينة رفع جنوب قطع غزة لما ستتسبب به في كارثة إنسانية غير مسبوقة وضرورة دعم جهود الوساطة الرامية نحو إنفاذ التهدأة وتبادل المحتجزين